لازالت قوات عملية بركان الغضب تواصل تقدماتها في أكثر من محور المحاورة الثلاثة جنوب طرابلس وهذا اليوم مشتعل المحاورة الثلاثة بالكامل نحن الآن في محور صلاح الدين اليارموك يظهر في الخلفية ورائي جوازات صلاح الدين هذا المحور لازالت تقدم فيه قوات عملية بركان الغضب تواصل تقدماتها على الميليشيات حفتر المنسحبة والفلول المنسحبة من هذا المكان وهي تتعامل معهم بالهاون للأسف سلاح الهاون نسمعه بوضوح وهو في كل المحاور الثلاثة المحور الذي على يميننا هو محور الخلة عينزارة هذا المحور تقدمت فيه قوة عشرين عشرين إلى ما بعد شيل أسويح للنقطة المعروفة وكذلك فاطمة الزهراء المحور الذي على شمالنا وهو محور أبو شعاء محور أبو سليم محور الخلطات تقدمت فيه قوات عملية بركان الغضب إلى ما بعد معسكر حمزة حيث تم تمشيطه بالكامل تلاقي الآن قوة عملية بركان الغضب مقاومة شرسة بفعل الهاون من الميليشيات المنسحبة من هذا المحور هناك أسير من ميليشيات حفتر لم نسمع عن إصابات في قوة بركان الغضب لهذا اليوم لازالت الميليشيات تواصل رميها بالهاون لكل المقاتلين في بركان الغضب لكن العمليات مستمرة وتقدمات اليوم إلى ما بعد معسكر اليرموك معسكر الصواريخ معسكر الفيتوري غريبيل هذه كلها سمعناها من قادة ميدانيين لكنهم كانوا مشغولين بالعمليات القتالية لم نستطع الحصول على أحد منهم ليظهر معانا في هذه السالحة كتائب هندسة الميدان لازالت تتعامل مع بعض المفخخات التي تركتها هذه الميليشيات المنسحبة لكن اليوم لم نبلغ عن أي إصابات وهنا رسالة تطمينية إلى كل الأهالي أن عودتهم ستكون قريبا إن شاء الله لكن بعد تأكد من خلو المنطقة من المفخخات ومن الأسام التي ستؤثر عليهم هذا الشغل واقع الآن على رئاسة الأركان العامة وكتائب هندسة الميدان التي ستقوم بعد فترة بمسح المنطقة وتنظيف البيئة لعودة السكان بعد غياب عام ونيف عن بيوتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر